مع كل يوم تثكاثر وتتتمع عزمات العراق رغم جميع الجهود الحكومية لتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين إلا أن استمرار الأزمة المالية تلقي بظلالها على جميع فئات المجتمع في ظل ظروف استثنائية غير مسبوقة أيقظت شرارة الإصلاحات في العراق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بإجراء إصلاحات تعالج إزدواجية الرواتب وتخفيض رواتب الدرجات العليا في مؤسسات الدولة والرواتب التقاعدية لمحتجزي رفحاء وفئة من المقيمين خارج العراق الذين يتقاضون رواتب أخرى ضمن الإجراءات الحكومية لمواجهة تداعيات الأزمة المالية التي يمر بها البلد جهات حكومية رجحت اللجوء إلى الاقتراض الداخلي أو الخارجي لتزديد العجز في موازنة عام 2020 فيما رأت أخرى أن السيطرة على إيرادات المنافذ الحدودية والقمارق والتي تتجاوز المليارات ستحل جزءا كبيرا من المشكلة كون أزمة العراق مالية وليست اقتصادية داعين إلى اتخاذ قرار وطني باستغلال هذا الكم الهائل من الواردات وإبعاد يد الفاسدين ومتنفذي الأحزاب السياسية عنه عدد من أعضاء مجلس النواب أكدوا أن أي قرار باستقطاع أو ادخار للرواتب يجب أن يسبقه تعديل قانوني فيما أشار إلى عدم تحديد أي جلسة لمناقشة أزمة رواتب الموظفين والمتقاعدين وهنا نتساءل مع استمرار هذه الأزمة المالية الخانقة من سيكون الداء ومن سيكون المدينة